أعلنت وزيرة السياحة والأثار عن عقد مؤتمر في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل عن السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار التنافسية من أجل النمو المستدام في القطاع السياحي وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أن المدن أصبحت في العصر الحالي تستقطب 54% من مجموع سكان العالم لجاذبيتها كمراكز للأعمال والتجارة والسياحة وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على العوامل التي تسهم في تحقيق التنافسية في مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تنمية وتطوير السياحة الحضرية المستدامة التي تعتبر نشاطاً اقتصادياً يسهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام في المناطق الحضرية وتنمية البيئة والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمعات المحلية لما بنحكي على المدن وعلى دور المدن عمان هي مش استثناء فأصبحت المدن في العصر الحالي تستقطب عدد كبير جداً من سكان الدول فإذا عمالنا بنحكي على ميجا ترينز أو شو عماله بصير بالدنيا التوجهات اللي عمالنا بنلاحظها موضوع الاربانيزيشن موضوع جداً مهم وخطير إذا لم يتم الاهتمام فيه يعني زي ما لازم يعني إحنا اليوم عمالنا بنطلع على 55% يقدر إنه عدد سكان العالم 55% منهم بسكنوا في مدن كمان كم سنة إتفي تقديرات بتقولك 70% من سكان العالم رح يكونوا مساكنين أو قتلين في مدن